لكم توقع الشخصي أنا كمحمد فاروق ورؤية المنتخب ورؤية المنتخب الفترة القادمة من عصام الحاضر اللي هو مش هيبقى فيه سليم 100% في كأس العالم الفترة القادمة هيكون متواجد كحارس مرمى ومتخبنا كلعب أساسي ده من وجهة نظري الشخصية أكمل معاكو بس جزئية كابتن حسام البدري لغاية لما كابتن فكري اللي هو هيكون معانا مرة تانية وقاطع الطريق عن الكلام وجود عبدالله في الفريق الفترة القادمة سواء بقى في بطولة دورة أو أفريقيا خلاص هو انتسال لقرار مجلس الإدارة بتجميد عرض عبدالله السعيد وبيعه وأيضا وتجميده من خلال اللعب خلاص بقى موجود وما فيش أي كلام أنه يشترك مع الفريق في الفترة القادمة أيضا كابتن حسام البدري وكلامه على جزئية التجديد مع النادي الأهلي جزئية الكلام في الأموال والكلام ده برضه هو بيتمنى طبعا وجوده مع النادي الأهلي وما فيش أي شروط في هذه الجزئية وتمديد عقده مع النادي الأهلي وكلم كمان على أنه بيتمنى وجود حسام غالي لسنة تانية أو يكمل مشواره مع النادي الأهلي لسنة أخرى في حالة طبعا ترجعه عن جزئية الاعتزال في الفترة القادمة وبتكلم أيضا على عودة رمضان صبحي وأنه يبقى متواجد طبعا بيرحب جدا ورمضان واحد من أولاد النادي الأهلي اللي يقدر كابتن حسام البدري يتعامل معاه ويفيد في الفترة الجاية خصوصا البطولات الكتيرة اللي أنت داخلها بطولة أفريقيا الأهم بالنسبة لنا في الفترة القادمة بعد حصولنا على النجمة رقم 40 في بطولة الدوري الممتاز ده يمكن بالنسبة لكابتن حسام البدري واستمراره إن شاء الله في الفترة القادمة مع النادي كمدير فني للفريق كابتن أيوب هو بيتكلم على الفريق أن جميع اللعبين بعد عودتهم أو اللعبين الدوليين عودتهم للفريق وتمرينهم بشكل طبيعي كل اللعبين في حسابات الفريق في الفترة القادمة خصوصا زي ما بقول لحظاتكم أن أنت عندك البطولات اللي موجودة سواء كاس مصر أو أفريقيا وطبعا المباراة المتبقية في الدوري الممتاز خلاص كله بيستعد بشكل كبير بنستعد للبطولتين اللي فضلين بالنسبة لنا وأكيد فيه فرص هتبقى متواجدة للعبين اللي ممكن ما كانوش بيشتركوا بشكل أساسي فيه ست مباراة القادمين للنادي الآلي في الدوري الممتاز وده اللي اتكلم عليه كابتن أحمد أيوب كل التوفيق إن شاء الله للعبين والفريق إن شاء الله في الفترة القادمة احنا عايزين ننهي الموسم واحنا بنفس الشكل بنكسر أرقام قاسية بالنسبة لنا النادي الآلي هو ده هدفه جهاز الفني ده هدفه وبعض اللعبين هدفها تبقى متواجدة عدد كبير من المشاركات في الدور الممتاز عدد دقائق أكبر بالنسبة لكل لعيب ممكن يكون لعب أساسي وبيشترج بكل ده تاريخ بالنسبة لكل واحد فيهم حسام عشور اختبار طبي لي إن شاء الله يبقى متواجد في المباراة طنطة النهاردة هيكون حسم الموقف إن شاء الله سواء بقى بالمشاركة أو لأ ولكن طبعا واضح إن حسام عشور مش هيبقى متواجد غدا ده بناء على القيمة اللي هتبقى موجودة وهقولها لحضراتكم بعد قليل أيضا سعد سمير مش موجود بكرة الإصابة يعني بعض اللاعبين اللي بيفضل إن هو يريحه خصوصا لما تبقى إصابات ممكن تكون تأثر ممكن بشكل كبير لو اشترك خصوصا أن انت خلاص مش محتاج بعض اللاعبين اللي ممكن يكون مهمين في الفترة القادمة عشان البطارات والمباراة القوية القادمة بالنسبة لفريق أيضا شريف إكرامي إن شاء الله بيعود للمران بعد مباراة طنطة أما علي معلول واللي تصاب مع منتخب بلاده واللي شارك أمام منتخب كوستاريكا في مباراة دي أيضا إن شاء الله يعني ربنا يعني شفيه برضو واحد من اللاعبين المميزين تصاب في الكاحل بالنسبة ليه في مباراة أمام كوستاريكا ونتمانا طبعا عودته ومشاركته بشكل طبيعي مع النادي الأهلي لكن طبعا علي معلول وساعد وكل اللاعبين المميزين دائما اللي بيبقى اليوم البصمة داخل الفريق يبقوا متواجدين زي ما بقولوكم مهم جدا إن إحنا نختم الموسم بشكل جيد مهم جدا إن إنت تخش مباراة كاس مصر أمام الداخلية وإنت هدفك طبعا إن ده مباراة كاس مصر فبالتالي إنت لازم تكسب هذه المباراة فلازم بقوة ضربة بتاعتك في كل مكان سواء بقى في الباك ليفت في الحلسط المرمى في كسيرد باك في كل اللاعبين المتواجدين أيضا بالنسبة للمباراة القادمة أيضا لو إحنا بنتكلم على النادي الأهلي في اليومين الجايين عندنا بطولة النادي الأهلي امتدادا لدوره الوطني في مصر دوره الوطني دائما النادي الأهلي موجود باستمرار فيها في بطولة إن شاء الله هينظمها النادي الأهلي من الفترة من يوم 13 إبريل هتكون متواجد بطولة الأهلي اسمها بطولة الأهلي للبعثات الدبلوماسية هتكون كل البعثات الدبلوماسية متواجدة في النادي الأهلي الشيخ زايد وده بطولة مجمعة ده بيناء على إذن أقول لكم النادي الأهلي وعلاقاته المميزة بجميع البلاد الموجودة اللي هكون تقريبا 24 صفارة طبعا البعثات الدبلوماسية ممثلة الصفارات المتواجدة هنا هيكون متواجد يوم الأربع إن شاء الله الأرعى اللي هتتعمل إن شاء الله في مقر النادي الأهلي الجزيرة ساعة 12 الظهر وهنشوف بقى الفرق اللي هتلاعب بقى طبعا هتلاقي ألمانيا هتلاقي أسبانيا هتلاقي فرق كبير جدا دي النسخة على فكرة دي كانت نسخة اللي قبل كده لأمامنا عشاش النسخة اللي كانت موجودة وأيضا أقيمت فيه الأهلي الشيخ زايد امتدادا طبعا للدور الوطني للنادي الأهلي والعلاقات المميزة اللي النادي الأهلي بيقوم بيها طبعا وامتداد للدور الدولة في هذه الجزئية ده يمكن بالنسبة للبطولة اللي إن شاء الله ستقوم فيه أهلي الشيخ زايد يوم 13 إبريل مهندس خالد مرتاجي هو المسؤول عن هذه البطولة ويتمنى طبعا الأمور تمشي بشكل جيد أيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي اللي أيضا بيقوم بدور كبير جدا في هذه الجزئية نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل البطولات اللي بتقام على أراضي النادي الأهلي سواء بقى في الجزيرة أو في الشيخ زايد أو في أي مكان اللي النادي الأهلي يجب أن تشايفين طبعا عندنا بطولة أفريقا للطائرة للرجال والسيدات قبلها واليد ما شاء الله نجاح باهر لمجلس إدارة النادي الأهلي في جزئية التنظيم والبطولات اللي احنا بناخدها خمس بطولات في خلال شهر حاجة مميزة جدا لمجلس الإدارة والتنظيم نفسه مميز جدا جميع الفرق اللي بتيجي بتشكر بشكل كبير جدا والاتحادات الاتحاد أفريقي طبعا للعبات اللي بتبقى متواجدة على أرض النادي الأهلي بيشكر جدا في عملية التنظيم اللي موجودة داخل النادي الأهلي ده يمكن أكيد دور مهم جدا بيقوم بين النادي الأهلي أيضا ده دور وطني ورياضي مميز جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي وحاجة تحترم بشكل كبير كالتحمد الخطيب ومجلس إدارة بالكامل بيقوموا بمجهود كبير جدا بالإضافة لللاين اللي احنا ماشيين عليه لحطة الإنشاءات للإستاذ اللي احنا ماشيين فيه حطة التجمع الخامس إن شاء الله وبعض الأمور التجديدية داخل المقارات اللي موجودة للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله لمجلس إدارة خلينا أقول لكم قايمة النادي الأهلي وبعد كده نروح نستقبل ديوفنا الكبير كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش هنتكلم بقى على ليلة المباراة والشكل الفريق خلي بالكو احنا بقالنا فترة ما بنتكلمش ممكن استاذ الأهلي غايب شوية لأن طبعا احنا بننقل على الهوى بطولات أفريقيا اللي كانت متواجدة هنا في النادي الأهلي وملوكه الصلاة وكابتن هيسم السعيد وستوديوهات مميزة جدا من خلال التغطية المباشرة لقناة الأهلي على هذه البطولات قيمة النادي الأهلي لمولوكات طنطة غدر في الأسبوع الثلاثين محمد الشناوي علي لطفي رمضان مصطفى حسام غالي أحمد فتحي عمرو السلية أيمن أشرف محمد نجيب جونيور أجيه وشام محمد أكرم توفي وأوليد أزارو مران محسن إسلام محارب ميدو جابر محمد هاني باكا أحمد حمودي صبر رحيل أحمد حمدي كريم من الدول إن شاء الله اللي هيكونوا متواجدين غدا لمباراة طنطة في الأسبوع الثلاثين أذكر حضراتكم الآلي طبعا في المركز الأول وحسم بطولة الدوري حتى الآيان طبعا رصدنا 75 نقطة لسه إن شاء الله هيزيد عدد النقاط إن شاء الله نكسر برضو أرقام قاسية في هذه الجزئية أيضا طنطة في المركز الستاشر برصيد 26 نقطة هنتكلم بشكل أكثر في هذه الجزئية وعن هذه المباراة في ليلة المباراة مع كابات المصر كابتن مير همام وكابتن محمد حشيش ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر